دي حكاية تعال اقول لك نتائج المصريين النهاردة في اولمبياد باريس في كل الالعاب وابدأ طبعا بمنتخبنا الوطني اولمبي اللي كسب النهاردة فوز تاريخي على نظيره الاسباني بهدفين مقابل هدف وتصدر مجموعته بسبع نقاط منتخب سلاح سيف المبارس السيدات يحتلل مركز السامن في اولمبياد باريس بعد الهزيمة امام المنتخب الامريكي اربعة واربعين تلاتة وثلاثين تلاتين عفوا عبد الرحمن عرابي يخسر من لعب ازرفتجان في دور الستاشر بمنافسات الملاكمة باولمبياد باريس ومنتخب سيدات المبارزة يخسر من ايطاليا تلسعة وتلاتين ستة وعشرين في منافسات الفرق باولمبياد باريس وماجي عشماوي لعبة منتخب مصر للرماية تنهي تصفيات منافسات التراب فياولمبياد باريس في المركز ساعة وعشرين من اصل تلاتين لاعبة مشاركة منتخب مصر الكرة الطائرة الشاطئية يخسر من ايطاليا اتنين لشيء في ثاني مبارياته وعبدالخالق البنة لاعب المنتخب المصر للتجديف يتأهل الى نصف نهائي فاينال سي دي بزمن قدره سبع دقائق وثمانتاشر ثانية لينافس على المراكز من تلاتاشر وحالة الاربعة وعشرين وعفقة فرصة المنافسة على ميداليا منتخب مصر منتخب مصر منتخب مصر الكرة الطائرة يخسر من ايطاليا بآل عفو منتخب مصر الكرة الطائرة يخسر ايضا من ايطاليا بثلاثة اشواط دون ارد في ثاني مباريات الفريق بولنبياد باريس عبدالرحمن عبدالغاني يودع منافسات الجودو من دور الاربعة وستين بعد الخسارة بنقطة واحدة امام الف عمر ديالو بطل فرنسا اشتركوا في القناة